وينضم إلينا عبر الهاتف في هذه اللحظات متولي صالح مدير منطقة آثار الدكتور متولي صالح مدير منطقة آثار شرق الدلتة دكتور صالح بعد التحية كما تبعنا متحف الحضارة ليس به قطع أترية فقط بل يشمل المتحف مجموعة من المقتنيات الخاصة بالمصري القديم لو تبعت هذه المقتنيات على ما تدل بالضبط ماتحف الحضارة هو مبحث لكل زمان وكل فترات الحضارة المصري القديمة والحضارة العالمية اللي بتمثل صورة مصر الحديثة حافظة والحامية للحضارات القديمة الحضارة في العالم القديم أجمع ومنهم الحضارة المصرية أن المتحف بيعرض صورة لمصرة خلال تاريخها الطويل من إصور مقابل التاريخ حتى إلى أصور الحديثة طيب دكتور ما هي الرسالة الكبيرة العنوان العريض الذي ترسله مصر إلى العالم في هذه اللحظات الآن مصر رمز الأصالة والحامية للتراث العالم القديم هذا كما نشاهد الآن هذا الاحترام وهذا التقدير لملوك حكموا مصر وحكموا العالم منذ حوالي أربع تلاف سنة مصر تقدم لهم أعلى رموز التكريم رئيس الدولة في استقبال المميوات أفضل مكان وأفضل مكان لأفضل المميوات لعرضها بشكل لائف يلق بالحضارة والعظمة الحضارة المصرية القديمة وحكام مصر فدماء الذين حكموا العالم بالعزل وحكموا مصر وجعلوا مصر دولة عظيمة في تاريخها القديم وكان حكما عادلا فنشروا العدالة نشروا الإيمان نشروا الفنون نشروا الثقافة فكانوا رمز مصر العظيم مصر الفرعونية مصر المسيحية مصر الإسرامية مصر العربية العظيمة فهذا النموذج نقدمه للعالم العالم كله يشاهد الآن هذا الحدث الكبير هذا الحدث الإجلال والعظيم والتكريم لتعماء وعظماء حكموا مصر فتحية تحية لكل من ساهم في هذا المنظر وهذا الشكل الحضار الراقي الراقي اللائم وعظماء مصر هذا بالنسبة للخارج دكتور صالح لكن المصريون هنا في الداخل ما هي الرسائل التي تصل إليهم في هذه اللحظات ما هي المشاعر التي تنتابهم وهم يشاهدون عظمة ملوكهم وأجدادهم من الفراعنة قمة الفرح والسعادة يشهر بها المصريين الآن هذا يوم يوم عيد هذا يوم يوم فرحة هذا يوم يشهر المصريين بعظمتهم وعظم التاريخهم القديم وقدرتهم على بناء دولاتهم الحديثة التي نفتخر بهذا التراث القديم الذي سيكون عونا لمصر المستقبل إن شاء الله هذا يوم يوم سعادة بعد أيام عشناها في حزن على ما حدث في مصر فترة الأيام السابقة ولكن هكذا هي مصر هكذا مصر الأوروبة هكذا مصر العالمية تمثل للعالم وتقدم للعالم هذه القوة النائدة إن شاء الله ستكون مصر قوية بهذا الحدث بهذا الاهتمام بهذه الصورة الراقية التي نشاهد مدحب من أحدث مدعف العالم موكب من أحدث من أنظم من الأشياء الرهيبة النظام والدقة والتكنولوجيا الحديثة تحية لكل من قام بهذا العمل طيب دكتور صالح معروف أن سر بقاء هذه المميوات الملكية على حالها طوال هذه الآلاف الكثيرة من السنوات هو التحنيط هل عرف سر التحنيط بعد عند قدماء المصرية؟ سر التحنيط سوف يضل سراً لعظمتها ما هذا الفن العالي الراقي الذي يحفظ ممياء أكثر من أربع تلاف وخمس ألاف عام بدون تغيير وبدون تنبيل وبدون تحلل هكذا هي العظم وهكذا هو التقدم الرهيب الذي عشته مصر الفرعونية وسيظل بعد ألاف السنين سراً عظيم يقدمه المصر القديم للعالم ولكن دكتور صالح لماذا هذا الفن؟ هذه الهندسة المعمارية هي حكر فقط على الفراعنة والقدماء المصريين دون أي بقعة أخرى موجودة في هذا العالم الذي نعيش فيه؟ هي عظمة عبقرية الحضارة المصرية إنها عظمة متفجدة وحضارة متفجدة ولكن ليست بخيلة على مصر ولكنها قدمتها للعالم ولكن محتفظة بعظمتها ما زالنا نحيا الآن في عظمة الأهرمات وعظمة الأهرم المدرجة وفي مقابر الملكية العظيمة بفنونها هكذا هي مصر طيب شكرا جزيلا لك دكتور متولي صالح مدير منطقة آثار شرق الدلتا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة